السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت منا يلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدات اخواني اخواتي المغرب العربي يتطرح واحد الوساطة لحل الازمة اللي كان ما بين تونس هو المغرب كذلك ردي نشوف كيفاش مصر كتصفع تونس و كتضامن مع المغرب كيفاش الخماسة دي الفرنسا كيتاموا المغرب هده هما المواضع الاخواني اتكلموا فيهم اليوم ولكن قبل ما نبدأ وكنتمنى منكم انكم دعموا هده القناة بكثرة الاعجابات كذلك بالتعاليق الايجابية و بالبرتاج تحية لكم كبيرة شكرا لدعم دلكم المتواصل شكرا المتتبعين اللي دائما كيف رحونا بتعاليق ديالهم بكلامهم الجميل وكلام الطيب فحقنا و دائما تحت شعار الله الوطن المالك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه و لا عزاء للحاقيدين و عاش المغرب لا عشى منخانه ولا غالبة الا الله اخواني اخواتي الامين العام لالاتحاد المغرب العربي غدي فجر واحد المفاجأة اللي هي مفاجأة من العيار التقيل واللي غدي تبين مدى حقارة الجيران اللي عند المغرب مدى حقارة اللي جيران اللي ابتلنا بهم الله هنا اخواني اخواتي الامين العام للاتحاد المغرب العربي غدي اكد باللي سبق للاتحاد المغرب العربي طلب من تونس باش تكون عندها المبادرة او طلب من تونس المبادرة في الصلح بين المغرب والجزائر يعني في الأزمة قبل قضع العلاقات إذن اتحاد المغرب العربي كان كيضن بلي تونس أو قيسون عنده واحد الوزن ديبلوماسي كذلك الاتحاد المغرب العربي كيشوف بلي تونس دولة صديقة للطرفين يعني صديقة لا للجزائر ولا للمغرب وغادي تبقى يعني تبغي الخير للطرفين ولكن قيسون غادي يخرج بواحد الخطوة عيدة إياه لكن هو ممكن أنه يدير يعني واحد الوسطة ديال الصلح ما بين المغرب والجزائر يعني ما بغيناش نخلوف تفاصيل مع الجزائر غادي يقولوا باللي المغاربة كانت الموصلح مع الجزائر احنا كنت تكلموا شنو قال وشنو المفاجأة اللي فجرها الأمين العام ديال الاتحاد المغرب العربي يعني ره ما شو المغربة اللي كيتكلموا على الوسطة وإنما الأمين العام ديال الاتحاد المغرب العربي هو اللي فجر هاد المفاجأة ولكن غادي يخرج قيسون واحد الخطوة عيدة إياه متهورة وغادي يخسر الصورة ديال تونس اللي كانت دائما كتبعد من المشاكل ما كتبغيش المشاكل واليوم غادي نشوفوا موريطانيا وليبيا هما اللي غادي يخرجوا وغادي يقولوا هما مستعدين يديروا واحد لقاء مغاربي اللي غادي يجمعوا فيه وزارة خارجية المغرب العربي يديروا واحد لقاء وغادي يحاولوا فيه يحلوا الأزمة اللي كان حاليا يعني ما بين المغرب ووتون نسوا كذلك بغاين نقشوا الوضع في ليبيا هنا اخواني اخوتي قالك على رأس يعني هاد هاد اللقاء غادي يكونوا قضايتنا ايا للشائكة يعني في المغرب العربي قيسونا الاخوان بعرسوا وبعب معاه تونس بالرخيص للكابرانات غادي نشوفوا يا الاخوان شنو غادي تخرج جريدة الشرق الجزائرية المدعومة من طرف الكابرانات شنو غادي تقول قالك اتحاد المغرب العربي وورقة المخزن للخروج من العزلة صراحة كان شفقوا على هاد الجرائد وهاد الكلام اللي كيخرجوا هاد الأكاديب اللي كيخرجوا على الامبراطوريا المغربية واش مني يتقوم كتكذبو كتبا وكتبو وطيقوها واش المغرب راه في عزلة المغرب اللي راه في عزلة اللي عنده الدعم دي الولايات المتحدة الامريكية فعلا راه في عزلة المغرب اللي جا عندكم ماكرون وعمر جيوبو وداء الغاز باطل وقبل ما يخوش من بلادكم معرض على رأسو انه يجي للمغرب واخر المغرب ما قابلش يستقبلو يعني غادي يجي بيدوني ترحيب هادي كتسميوه انتوما عزلة واش المغرب اللي في المؤتمر ديالتي كادلي كل الدول تستمرت مع المغرب وكاين اللي ما حضرش وكاين اللي قال لهم خصصكم تلغيو هاد المؤتمر اللي مغرب في عزلة واش المغرب راه في عزلة شوفوا غير كيفاش دارت عليه اليابان وكيفاش عبرت على الدعم ديالها للمغرب والمغرب اللي غادي والاعترافات بالجملة هنا شكل في العزلة واش ماش بعتوش من هاد الاكاديب واش كاتكدبو على الشعب الجزائري وراكا عليه غير الطواب اللي راه عايش فيها ما تزيدوش عليه الكدوب المغرب راه في عزلة هاد الشراء ما كيتيقو حتى الحمق وزايدين الاخوان شنو قالوا قال لك باللي المغرب هو اللي يطلب الوساطة واللي مشاء الطيب بيكوش اللي هو الامين العم ديال المغرب العربي قال لك المغرب هو اللي مجاك يقولوا انه مزاوغي لما انتم تخرجون من هاد العزلة راني بوحدي يا المكلخين يا الاغبياء يا اللي كترت ما كتاكلو في الحمد الحمير ووزتو دبحت الحليب ديال الحمارة اطرع لكم داك شو ورجعتو للعقلية ديالكم العقلية ديال الحمير راه الامين العام ديال الاتحاد المغرب العربي هو اللي طلب لي قائد الوزارة الخارجية ديال الدوال وهو اللي قال لك بغي دير واحد الاجتماع باش يناقش فيه الواضح في ليبيا منتم ما غادي يناقشوا القضايا التنائية الشائكة اللي كان في المغرب العربي ونزيدكم الاخوان شنو قالوا من بعد ما قالوا للمغرب راه في عزلة قال كاسيدي بغي انقعد بوريطا بعد فشله وما طالبه يعني الشعب المغربي برحيله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كون هو الفشل عندكم يعني الكائنات المصبعية لاش كتقولوا انتم الفشل واش سيد بوريطا اللي غير بي تليفون كيجيب لنا قنصلية جداد والسيد بوريطا اللي كيكون في دارو معليه ما بي كيقولها الناس ديالو في الدار تفوع للطاجين هان يراجع كيمشي وكيجيب قنصلية جديدة وكيرجع يعني هذا هو الفشل ديال اللي عندكم هادشي اللي من كتعتبروه او هادشي كتعتبروه هو فشل يعني الناجح عندكم هو ذاك اللي كيلبس واحد صبات من عهد الحجاري هو اللي هاز دائما واحد شكارة وكيدور بين الدول وكين الدولة اللي كتستقبلوكين دولة اللي مكتستقبلوش بوريطا اللي منوض فيكم الرعب السيد بوريطا اللي كينعسوا الميقاس شدوا في يديه السيد ناصر بوريطا اللي معيش كون في واحد الرعب كتقولوا غدا غادي لقاو وزير الخارجي المغربي جاي بنشي قنصلية جديدة غدا غادي نسمعوا السيد ناصر بوريطا جاي بشي اعتراف جديد هدا هو الفشل عندكم اوه كانت منه يعني يكونوا قاع الوزار الخارجي فاشلين بحل السيد ناصر بوريطا ثب غادي نتقلوا القيسون القيسون اللي دار فعله وندمع لجدالها وكي يقلب ذبه كيفاش يخرج منها هنا اخواني اخوتي من طبيعة الحال ومن حق الشرعي للمملكة المغربية ان هاد التصرف او هاد الخطوة العدائية اللي دار القيسون تكون عندها ردة الفعل يعني المغرب سحب السافر ديالو المغرب يعني دار واحد البيان اللي ما عجبوش فيه الحال التصرف او الخطوة العدائية ديال القيسون هنا المغرب غادي خروج وغادي يلغي المشاركة ديالو في بطولة الكاراتي ديال شمال افريقية بتونس اللي كان تكون في تونس نهار سبعة حتى الحداش من هات الشهر ديالتسعة داب المغرب راه دار واحد ردة فعل عادية ولكن اللي يصدم وقهر وحمق الاعداء هو التضامن ديال مصر مع المغرب والاتحاد المصري للكاراتي كيتضامن مع المغرب وكي يعلن حتى هو الانسحاب ديالو من بطولة تونس ومن الافضل ديال المشاركة يعني المشاركين في هاد الدورة او في هاد البطولة ديال تونس من الافضل ديال الفرق اللي مشاركة هي المغرب وميصر يعني عنده واحد مستوى عالي اليوم ميصر كتعلن تضامن ديالها مع المغرب وكي تنسحب غضاء ممكن غدي نسمع شي دولة اخرى غضاء مع المغرب وغدي تنسحب نظرا للوزن ديال المغرب وحنا شفنا كيفاش دول افريقية والرؤساء تضامنو مع المغرب وكي نقاع اللي ينسحب وكي اللي كان لهم نلغيو القيمة ديال التكاد وهاد الشي كامل بسبب القيمة والوزن الكبير ديال المملكة المغربية اذا القيمة غدي تفشل وممكن غدي تلغقها لماذا؟ لان هاد الشي كامل حيت قيسون دار هاد الشي وحيت قيسون كي حكموا عليها الكابرانات وحيت قيسون دار شو جدريال في جيبو وبقى فرحان بها ولكن في الاخير دا تونس الهاوية وها قيسون دخل حتى المجر الرياضي دخله في مشاكل وشفت الوزن ديال الامبراطورية المغربية خاص قيسون قبل ما كان غدي دير بحلد الخطوخ يفكر مزيان ويشوف القيمة ديال المغرب ويشوف الوزن ديال الامبراطورية المغربية في العالم شفنا التضامن ديال الدول اللي هو تضامن سابق من نوعه علميتان وقالت احنا يا مامشاركينش لانا قيسون الخماس ديال كابرانات جاب زعيم الارهابيين جاب زعيم ديال ميليشيات واستقبلو كرئيس الدولة وهاد شي معجبش الدول هنا اخواني اخواتي هاد قيسون را خصو يخرج من هاد المنصب دياله لانه منهار شد الرئاسة في تونس وهو خرج على الشعب التونسي واخدوه ديال الهوية مايستاهلش يعني هاد شعب التونسي شعب اللي عندو قيمة ديالو عندو وزن ديالو مايستاهلش انه يكون عندو واحد رئيس بحال قيسون اللي هو خماس عند الكابرانات والكابرانات كيلعبو فيه كم ما بغو يعني عطاولو جوجد ريال كيبقى فرحان بها عطاولو الغاز ديال 6هور ولكن معارش انه بعرسوا وبعتوا نسمعها بالرخيص مهم اخواني اخوتي هذا هو الموضوع ديالنا تحية كبيرة الامبراطورية المغربية الشريفة تحية المغرب الاحرار اينما كانوا داخل الوطن وخارجه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة